اشتركوا في القناة ان شاء الله تعالى اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 14 كانون الثاني يناير القمر استقر في برج الجوزاء هو الآن في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2.4 دقائق عصرا من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما ان القمر موجود في برج الجوزاء معناته رح يأثر علينا تأثيرات او من بعض صفات برج الجوزاء في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام في هاي الفترة لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية زوايا البطيئة المؤثر علينا خلال الايام القادمة وهي مستمرة الها فترة ومنذكرها كل يوم اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتن وهاي مستمرة لغاية يوم 15 الشهر لهو 15 واحد طبعا بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوي لانه ممكن يتناولوا ادويتهم بطريق الخطأ اما دوليا فهاي بتدل على اضطرابات سياسية في البلاد او بلد معينة بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية مثل فيضنات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او حرائق الضرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين اورانوس وهاي لا مستمرة لغاية يوم ثمنطعش واحد بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حلل لبعض المسائل كما انه هاي الفترة بتجعلنا عصبيي المزاج او عصبيي المزاج ومنرتكب الاخطاء والتهور كما انه وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة لانه ممكن يخذلكم بتدل على بعض الجدل في مجال السياسة القائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين ممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات او مظاهرات للحركات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات او زلازل او حوادث على الطرقات بشكل مفاجئ ومرعب وممكن تشهد هاي الفترة نوع من انواع قمع الحريات خصوصا حرية التعبير وقد يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية او الاعتقالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة من الزوايا البطيئة المستمرة هي زاوية التزديس الايجابية بين الشمس وبين نبتون وهي مستمرة لغاية يوم عشرين واحد هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تتشكل وتأثيراتها على جميع الابراج اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي زاوية ايجابية راح تكون او راح تتشكل ذروتها ساعة 12 وتسع دقائق بعد منتصف هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة طبعا مستمرة هاي الزاوية لغاية ساعات الظهر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا لا تنسوا ان عطارد راح يبدأ بالتراجع فممكن في ساعات الصباح يخذلكم اللي هو سرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون في تمام الساعة 6 و25 دقيقة صباحا هاي الزاوية مستمرة طبعا من منتصف الليل لغاية ساعة المساء بتساعدنا في تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية طبعا الحدث اللي راح يصير اليوم اللي احنا ذكرناه في حلقة من فصلة عشان هيك لازم انه الكل يحضرها عشان يعرف من ايش يحضر خلال الفترة القادمة الحدث اللي راح يصير هو تراجع عطارد في اولا في برج الدلو راح يبدأ هذا التراجع في ساعات الظهر ساعة 11 و41 دقيقة ظهرا راح يبدأ عملية التراجع ورح تستمر عملية التراجع في برج الدلو حتى صباح يوم 26 واحد بعدين راح يرجع متراجع لبرج الجدي ورح يستمر تراجع لغاية يوم 4 اثنين عشان هيك هاي الحركة بالذات تراجع عطارد مع الزهرة حركة مهمة جدا من المفروض الكل ينتبهلها عشان يعرف من ايش يحضر الفترة القادمة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و49 دقيقة مساء طبعا بما انها زاوية تربيع معناته زاوية سلبية حادة وبما انه في ساعات المساء معناته هي من ساعات الظهر بتتشكل وبتستمر لغاية ما بعد منتصف ليل الجمعة على السبت بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون اكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الاضافية واذا شعرنا باي شيء غير اعتيادي ان الراجع طبيب لانه بلزمكم نوع من انواع العلاجات اول اشيء الكتفين الذراعين اليدين الجهاز التنفسي انابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية للمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركات والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذولا اهم الاشياء اللي لازم تنتبهوا لاليوم طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء عمليات جراحية ما فيه اي مشاكل بالنسبة طبعا لا اللي هي عمليات التجميل فما بننصح فيها نهائيا بالفترة هاي يعني ثلاث اسابيع هذولا اهم ثلاث اسابيع انه تمتنعوا عن العمليات التجميل لانه صار غطارد وزهر مع بعض بيتراجعوا اما بالنسبة لقصة شعر التجميلي فما فيه اي مشكلة يصلح للقصة العلاجي طبعا للي حابب انه يعالد شعره من تساقط او تقصف او ضعف في البصيلات اما بالنسبة لمطعوم كورونا فما فيه اي مشكلة خلال هذا اليوم لاخذ المطعوم اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما انه رح يكون بما انه القمر موجود بالجوزاء ولا حال انتقاله لبرج السرطان معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم خمسة عشر واحد بيبدأ فيه تمام الساعة 21 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 14 دقائق مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب او الاحدب 12 يوم في تمام الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بيصبح 13 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجوزاء حتى يوم خمسة عشر واحد سعيد بنسبة خمسين في المية الان موعد بث الحلقة لغاية ساعات الفجر تقريبا او الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لعطارد في الدلو فرح يبدأ عملية التراجع زي ما حكينا تراجعه رح يستمر في برج الدلو لغاية يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح يبدأ عملية التراجع في الجدي ورح يستمر لغاية أربعة اثنين هو منتحس الان بنسبة خمسين في المية ولكن في ساعات الظهر اللي هي فترة التراجع وما بعد بيصير منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نيبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اما بالنسبة لبلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر صار موجود في الجوزاء له البيت الثالث لإلكم فهذا يوم قوي جدا بالنسبة لإلكم فرح تنشطه في السفر أو سفر قصير أو تنقلات اتصالات أهم شيء أنه اليوم تقدروا تفوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكونوا تتجنبوا الكلام اللادع ممكن أنه اليوم أنت ما ترتاح بسبب كثابة الأعمال فحاول أنك تباكر لعملك ولا تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفعالية والدينماكية وممكن تسمع جواب يعجبك لا تبالغ بمصاريفك خلال هذا اليوم لأنه عندك قابلية لصرف لفلوس برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكونوا تتجنبوا النفقات القمر الآن موجود في بيت المال فممكن اليوم تحصلوا على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم لإلكم أهم شيء أنه اليوم بتهتم لأوضاعك المالية وبتخذ تجربة مهمة لبتمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي بدك تتريث شوي حتى تتوضح الأمور لا تبالغ بمصاريفك وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزة طبعا القمر صار موجود عندكم فعشان هيك بدكوا تهتموا في حالكم اليوم بشكل واضح اليوم عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم بتكثر عندكم المشاريع وبتختلط عندكم الواجبات فعشان هيك بدك تكون اليوم جديا وموضوعيا في تنظيم أمورك عشان هيك يحدد أهدافك وأولوياتك واليوم باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من الأعمال اللي تعطلت خلال الفترة الماضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب عندكم فعشان هيك بنال التعب منكم بتكون تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا بشير القمر لركود وتأخر في سير بعض الأمور بدك تحاضر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وحاول إنك ما تختلق أعذار للهروب من المسئوليات والمهمات المكللة إلك برج الأسد بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وممكن تسمعوا خبر مفرح عن صديق أو أنها أحد المعارف هذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو طلب تأييد من أحد الأشخاص أو مساعدتك بأمر ما حاول إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات لأنه في إلك مكاسب في هذا الاتجاه اليوم بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أو بمناسبة معينة برج العذرى حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل طبعا حاولوا أنك تقدموا أفضل ما عندكم لأنه ممكن اليوم تحققوا إنجاز أو تحرزوا بعض التقدم وممكن أشياء تكون مفاجئة ولصالحكم اليوم ما بتهدأ وطيرتك نهائيا بس الأهم إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وتعتبر هاي فترة مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إن كنت أنت جاهز لهاي الأمور لا تنسى أن هذا بيت السمعة وبيمتحنك في كثير من الأمور برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعا هذا اليوم يعتبر بالنسبة لموليد برج الميزان من الأيام الحافلة بالنشاطات ممكن تتلتقي أو تتلقى خبر من خارج البلاد أو من شخص غريب أو يصير في تواصل بينك وبين أشخاص في خارج البلاد حاولوا تسهيل أموركم بالانضباط ممكن تهتموا بثقافة مختلفة أو يكون عندكم امتحان الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية الأجواء جيدة ومنتازة جدا ودعمة لإلك بشكل كبير فاستغل هاي الفترة برج العطرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة القمر صار موجود في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة أو الشركاء فحاول أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك بس بالأهم أنك تحاول أنك ما تكون فض بالكلام وجارح عشان هيك حاول أنك تفاوض بهدوء وبدبلوماسية وحاول أنك تكون حريص على حقوقك الأجواء تتحسن إجمالا وممكن تحصل أو تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أو حتى حل بعض القضايا المالية اللي كانت معقدة في الأيام الماضية برج القوس طبعا القمر صار مقابلكم تماما وهذا الشيء بيسحب من طاقتكم شوي ولكن فيه إلو إيجابيات وإلو سلبيات اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وهذه الفترة تعتبر فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن طاقتك ضعيفة فابتفقل خلال هالهموم المسؤوليات أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال وحاول أنك تعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وحاول أنك برضو ما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجديد واصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا برضو لصحتكم بدكم تحاذروا اليوم من تراجع صحي فأن القمر صار موجود في بيت العمل والصحة وبدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم يعني تعملوا أكثر من عمل في نفس الوقت بدك تعمل الأشياء المهمة وحاول أنك تكون أكثر تنظيماً وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الجديد ما بيتخلى الحظ عنكم اليوم لا عاطفياً ولا مالياً واليوم رح تكثر عندكم التناقلات والزيارات والأخبار الممتازة واليوم رح يكون فيه اتصالات ورح تتحسن الأجواء نسبياً أفضل من الأيام الماضية يعني رح تصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر لك اليوم بعض الأمور اللي لها علاقة إما بلقاء طارق مع أحد الأخوة أو مع أحد الناس المهمين أو مع الحبيب وحاول أنك اللي بطلب منك مساعدة في هيك الأيام أو دعم لا تقصر معاه فهاي فترة تعتبر ناجحة ومطمئنة برج الحوت بتنهمك اليوم بأمور اللي هاصلها بالبيت والعائلة أهم شيء أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير وحاول أنك ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح اليوم ممكن أنها تكون فترة مناسبة بالنسبة لك للارتباطات العائلية ورغم هيك ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية يعني الأجواء فيها نوع من أنواع التناقض بين الإيجابية والسلبية ولكن كل الأمور بتتركز على البيت وعلى العائلة على اللقاءات والاجتماعات العائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا